تقول يعني فيه بعض المواد المنظفة مثل الصابون والشامبو وكذا موجودة يعني في الجمعيات ومكتوب عليها شيء من أسماء الله الحسنى يعني هل يلزمني تقول أني أبلغ الناس لأجل أن لا يدخلوا مثل هذه الأشياء الحمامات أختي مريم بارك الله فيك بالنسبة للدخول إلى المراحيط بذكر الله مكروه في قولي جماهير أهل العلم في قولي جماهير أهل العلم كرهوا ذلك إلا أن يكون ثم سبب أو يعني مثل النقود مثلا العلماء نص على أن الإنسان يجوز له أن يدخل بالنقود التي فيها شيء من ذكر الله لماذا؟ لأنه لو وضعها خارج المرحاض سرقت أو ضاعت أو شيء من هذا القبيل فقالوا يجوز قد ذكروا في حديث وهذا الحديث تنازع العلماء في إسناده والراجح ضعفه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قلب خاتمه وجعل فصه إلى باطن كفه وقبض عليه لأن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب محمد رسول الله محمد في السطر الأسفل ورسول في السطر الأوسط والله في السطر الأعلى وهذا الحديث كما ذكرت الراجح عدم صحته الحديث الضعيف من جهة الإسنان لكن عموما نص العلماء على كرهية ذلك ولذلك ينبغي للناس أن يعظموا ما عظم الله عز وجل ومما عظمه الله أسماء الله الحسنى هذه معظمة عندنا فلا يليق أن يدخل بها الإنسان الحمام ولذلك الإنسان إذا كان هناك مثلا شامبوات أو صابون أنا ما أدري على كلام الأخت مريم يعني فعلا مكتوب فيها مثلا شيء من أسماء الله الحسنى أو أحيانا الشركة تكون منسوبة إلى صاحبها اسم عبد الله والعبد الرحمن والعبد الكريم لا هذا ما يليق والحمد لله أعتقد المنظفات هذه تستهلك شيئا فشيئا يعني ينتفع بها الناس شيئا فشيئا فما في داعي إلى إبقاء أسماء الله الحسنى على غلافها مثلا ممكن تمسح وبهذا يطمئن الإنسان بارك الله فيك